اشتركوا في القناة مساءك سعيد دكتور مرحبا بك يا دكتور دينا طيب الكل يعلم ماذا نقصد بالشخير وذلك الصوت المزعج ليظهر أثناء النوم فماذا بيلا توضح أكثر لأستاذ المشاهدين ما الذي يحدث بضبط داخل الجهاز التنفسي حتى يكون فيه خروج لهذا الصوت نعم الشخير هو الصوت هذا اللي يخرج عند الإنسان اللي يكون راقد في النوم وهذا لأنه صدف الجهاز التنفسي العلوي كان انخفاض في الضغط وهذا ينتج عليه اهتزازات في الأنسجة لهذا الجهاز ويتكون على مستوى الأنف على مستوى كل أنبوب العلوي اللي يبدأ من الأنف حتى الحنجرة حتى الحنجرة كل هذا الأنبوب هذا عنده كما نقوله أنسجة ضائرة به ولما تكون انخفاض في هذا الضغط يكون عند التنفس يكون كما نقوله عن كولابس صدق ضيق 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 في هذا الأنبوب ويقوم به صدق اهتزازات وهذا الاهتزازات هي اللي تخرجها تكون على شكل صوت على شكل صوت يكون صوت شوية قوي من 65 حتى 85 ديسيبال الحداد هو أكيد أنه لأشخير أسباب وعوامل محفزة ماذا بيه لو تكلمنا عليها أكثر نعم الأسباب هي شخير نشوفه بكو بلس بالك عند الإنسان أباتيق دو 40 لأ 40 بوكو بسك هذيك كما قلوا الأنبوب لاباتيق والأنسيجات بدأت تترخى شوية لما يكون فيه ضيق تاعد الأنبوب الهواء عند التنفس يجوز بسرعة بلس يكون ضيق بلس يجوز بسرعة هذا ينتج عنده صديق انخفاض في هذا الضغط أسباب الأسباب هنا هي كل شيء ليقوم ليجعل تكون خافق ضيق بلس يجوز بلس يجوز في الغضروف الأنفي لكروازون نازال يكون فيها الشراع الخدي والفوال يكون مرخي شوية هي تشوهات خلقية أم ممكن أنها تظهر مع مرور تقدر تظهر تقدر تكون تشوهات خلقية تقدر تكون كذلك مع التخوماتيزم نازال ولكن ضربها أدخذها الأنف مع الوقت مع هذه وحدة وكان كما قلو دهون السمنة السمنة على مستوى رقبة نشوفها كثير عند الرجال يبدأ تكون تراكم هذه الدهون في الأنبوب وتدير ضغط وكان نفس كما قلو انتفاق في اللوزتين عند الإنسان يكون مريض يمرض اللوزتين كثير وهل الويرات ربما عامل محدد في ظهور هذا المشكل وانتقاله ما بين الأجيال هي الفيزونومي كما قلو السمنة تقدر تكون ويراتية والفيزونومي طريقة غير مباشرة طريقة غير مباشرة والحساسية على مستوى الأنف الحساسية هي تقدر تعطينا ضيق في الأنف يقدروا يتنفخوا من الحساسية صعب من مرور الهواء نا نا هو أكيد أنه في كثير من الأشخاص يتابعون فينا الآن ربما يعانوا من هذا المشكل فسؤالي لك متى يجب الفحص يعني هل في حالات معينة تستدعي الفحص عند الطبيب أم كل شخص يعاني من الشخير هو ملزم بالتوجه عند الطبيب كين شخير اللي يكون كيف يقولون استثنائي ولا عندي يكون عند نمبرتكال الشخص يقدر بالك يشخلش بي كين شخير مزمن شخير مزمن اللي يتنبهل الكترة للانتوراج دا المريض العائلة تاعه هو الإنسان ما يكير قد ما يفقش بلايوش ويشخل 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 يجن الانتوراج وتكون شدة كبيرة وتكون شدة كبيرة كيكون مزمن ويكون الحاجة اللي يخاف منها الإنسان هي توقف عن تنفس عند النوم هذا يكون لابنية سوماي لابنية لابنية دي سوق هنا لازم يقوم بالفحص يقدر يطر عليها القلب يطر عليها للمره الآن المريض وصل عندكم للمصلحة قام بالفحص فما هي أهم التشخيصات اللي تقوموا بها الفحصات المعمقة اللي تلاجئوا إليها وما الهدف منها الأولين لازم نقوموا بفحص طبي صدر نشوفوا الأنف إذا كان إعوجاج انتفاخ في الأنف الداخل ولا نشوفوا الفم إذا كان هذا الشراع الخدي يكون طويل ولا يكون مرتاخي كان لوزتين صدر يديروا الضغط داخل الجسم هذه الحاجات اللي نشوفوهم أولا وبعد نقوموا بفحص بالمنظار بشوفوا كل هذا الأنبوب العلوي كيف أشل حالة تتاعوا أفضل لا صدر بعد نقدر نديروا واحد داخل 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 اللي هي الرينو مانومتري أكتر دقة يعني أكتر دقة ولكن إعوجاج نشوفوا أصلا هذا الإعوجاج هو اللي أضطر صدر ننقيس ضغط صدر الفلو آيريان أو نيفو دو الفوس نازال الرينو مانومتري حتقسنا بدقة الضغط اللي حي جوز هذه واحدة وكان البوليس المنغافي البوليس المنغافي يلا نشوفوا كيف شح يرقد الإنسان كان جهاز نركبه مدة عندنا النوم كيف يرقد يشوفنا عمل القلب عمل المخ يقيس كمية الأكسجين يتكون في الدم ويقصنا العدد سكون أبني إيبوبني صدر شحال مخطرها رح يدير في الساعة توقف في التنفس نشوف إذا كان فيه مضاعفات هذه الحاجة المهمة اللي لازم نشوفها البوليس المنغافي ستكون عدد الأبني سوماي يديرهم في الساعة ولكن تكون خطيرة على حياة المريض نشوف العدد وكذلك نشوف طول المدد طويل طويل أو المدد طويل أو لا يكون عدد كبير في الساعة أبار 6 سيس بارس بسيباتولوجيك وبعد يكون فيها كما نقول تختلف تختلف كما نشوف البرنسيب بتاعش أخير يجب أن نشوف البرنسيب تختلف هي يجب أن نعرض في الأنبوب كل إعويجاج أو كل الوزاتين كبيرتين أو كل حاجة يجب أن نعرض بطريقة الدواء أو حساسية أو إعويجاج أو عملية على مستوى الأنف أو مستوى اللوهات بالليزر أو بالغاديو فريقانس أو كما كما قل حل هذا الحلول لم تنتجة هنا يجب أن ندر ما نسمى ما يرقد به الإنسان في الإشخار وليمدنا ما نسمى المشكلة تخفض الضغط في الأنبوب يجب أن نضغط مرتفع ويجب أن البرنسيب نفيد حالة جيدة وكأن حالة باش نأكد كما قلنا مقبل نشوف بالمنظر ندر الأنستيزي لجر ندير الإنسان كمسير وراقد وندير له بالمنظر ونشوف الجهة التي ست خلل ونتمك نحن ندير فيها لغاديو فريقانس باش تلو صلبة ومت لغاديو فريقانس